صباح المدانس صباح الشباب صباح المدانس بسم الله العمال العين أزيج الموضم أزاتي للكرام جمعنا التلبة تذنعوا لأن القيادة الكريمة يا مدلس يا مدلس يا قرات إيمية فيها العلم والعجاب والأغلاق العالية فلسنا درقي درقي فلسنا بالمية سعيى الزلطانة سعيى العروبية رجال بعزمك فاغوا الزمان فأقحت عمان الهوى السفر مدين رجال بعزمك صاغ السمان فأقحت عمان الهوى السفر مدين رجال بعزمك صاغ السمان وأقحت عمان الهوى السفر مدين فأنت السعيم الذي منضيه سمونا ونلنا سمى الغر قديم هيا أيها المدلس إن أتينا إليك جنودا على الموعدين عمان 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 بقابوس أنت الحياة فطيب بلادي به وسعدي فطيب بلادي به وسعدي صباح المدالة صباح الشباب صباح الخير أهلا بكم وصباح الخير لأبنان الطلبة والطالبات تتمنى لهم دائما نهار أيضا سعيد ويوم دراسي موفق تنظم لنا اليوم الطالبة أماني بنت جمعة السعدية أماني في الصف الرابع وأكيد نوجه لها كل التحية أماني صباح الخير أهلا وسهلا بكم صباح المدارسي فكنتم في حنايا كل وجداني هذه القوافي أتتني تنتشي فرحا وحدثتني حديثا دون عنواني أهلا استرسها صباح الخير أماني كيف الحال الحمد لله كيف هذا النشاط يا أماني اليوم مع بداية النهار هاي أماني نشيطة يعني ما شاء الله اليوم أيوة أنت اليوم نشيطة ولا كل يوم كل يوم الحمد لله أماني إيش اسم مدرستك اسم مدرستي بشائر الخير للتعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف الرابع وانت صف الرابع صح يا أماني أيوة يا سلام زين أماني خبرين عن المدرسة إيش فيها مميز المدرسة مدرستك بشائر الخير يا أماني أنهم يصيروا نشاطات كثيرة مثل إلقاء الشعر أو الرسم أو الإنشاد أو الإنشاد جميل وانتي مشاركة في إيش من النشاطات يا أماني أشارك أكثر شيء في الإذاعة المدرسية إيش تقدمي في الإذاعة؟ إيش تقدمي في الإذاعة يا أماني؟ أحيانا ألقي الشعر وأحيانا أكون أقدم أقدم البرنامج الإذاعي إن زين يعني حلو التقديم في الإذاعة؟ أيوة ليش؟ لأن يكون كل أصدقائي يشوفوني ويكون مستمتعة مستمت عنهم يتابعوك ويشوفوك وبعد ما تخلص إيش يقولوليك يا أماني؟ يقولولي إن أنتي تقديم الزين أنتي تقديم الزين وأنتي كيف شايفة تقديمك؟ أنت إيش تقولي عن تقديمك يا أماني؟ أماني وين راحت؟ راحت أماني يلا أماني طبعا في الصف الرابع مدرسة بشائر الخير للتعليم الأساسي من ولاية وادي بني خالد ونوجه لها طبعا كل التحية عمرها عشر سنوات أماني وممتلئة طبعا بكل الحماس والنشاط والحيوية مع بداية هذا النهار والأسبوع كذلك في صباح المدارس نذكركم مستمعين للمشاركة في صباح المدارس على تسعين أربعة خمسة ستة محطتين يوميا من الأحد وحتى الخميس ستة إلى عشر وسبعة ونصف أماني مرة أخرى صباح الخير وين رحت يا أماني؟ أماني معنا؟ ما لحقنا نسمع شيء من أماني؟ أنا معكم أهلا وسهلا نحن تونا نقول ما لحقنا نسمع شيء منك يا أماني؟ نذكرنا يا أماني كنا نتكلم عن التقديم صحيح؟ ولكننا نتكلم عن إيش؟ عن التقديم عن التقديم ركزة يعني اليوم طيب أماني كنا نقول التقديم أنت كيف تشوفي تقديمك يا أماني؟ زين أحب تقديمي يا سلام ثقة حلوة طيب الحين لما في حد يريد يقدم في الإذاعة إيش كيف لا إيش تنصحي؟ إيش تقولي له يا أماني؟ إيش الأشياء اللي لازم يسويها؟ إنهم يشاركوا في الإضاءة ويقولوا أشياء مفيدة عشان الطلاب الزملائي يستيدوا منها رائع وأنتي اليوم بإيش بتشاركينا يا أماني؟ سأقدم مقدمة مقدمة؟ يلا نسمع المقدمة من شرطة الحنيني ينبلج الضياء وهي شمس اليومي أشرقت وموكب الحياة يسير بنا مسرعا عبر خيوط الصباح التبضية أرحب بكم صباح المدارسي من مدرسة بشاعة الخير التي لا تنبت إلا نباتا طيبا وأتمنى أن تكون قد استمتعتم برفقتي كانت معكم مقدمة لبرامج أماني السعادية شكرا يا أماني ممتاز أماني نعم خبرين يا أماني إيش حابت تكوني لما تكبرين تي؟ أريد أكون مثلش أريد أكون أني أكون مديعة وأريد أكون أني أكتب شعر وتكتب شعر أنت باديت تكتب شعر من الآن ولا لا؟ كتبت شيء؟ أكتب أيوة أعبر في المدرسة وأعبر في البيت في مذكراتي عندك مذكرات يا أماني المذكرات تكتب فيها شعر أو تكتب فيها يومياتك؟ يعني كل يوم إيش اللي يصير معك تكتب فيها يومياتك؟ أيوة ومن يقرى المذكرة هذه؟ أخواني وأمي وخالاتي يعني كلهم يقروا مذكراتك يا أماني؟ بس يقروا اللي أنا أكتب الشعر أو التعبير واليوميات؟ لا لأنها أشياء خاصة يا سلام صحي أنا قلت يعني أنه لازم تكون أشياء خاصة يعني ما في حد يقرأها أبدا اليوميات؟ أيوة وبتعطيني أقرأها أنا؟ طيب يا أماني وتريد تكوني مذيعة في المستقبل؟ أيوة طيب حب إيش تقدمي؟ إيش البرنامج اللي أنت حابة تقدمي لما تكبري في المستقبل يا أماني؟ أريد أني أقدم برنامج لأفصال وأريد أني أقدم الأخبار وأيضا إذا كان برنامج صباح المدارس مستمر أريد أن أقدم فيه إن شاء الله يكون مستمر يا أماني بإذن الله تعالى وتقدمي لما تكبري بإذن الله كذا يستمر معكم أجيال وراء أجيال عموما أماني إحنا طبعا اليوم أنت أضفتي لصباح المدارس وإحنا كثير سعيدين بيسمع صوتك كذا نشيط وحيوي ومتجهة للمدرسة اليوم عندكم شي مميز في المدرسة؟ لا ما في شي يعني ما عندكم رحلة ما عندكم نشاط مسرحي ما عندكم تحان عندنا نشاط مسرحي نشاط مسرحي تتمثلي بعدها في المسرح ولا؟ أيوة مثل في مسرح الدماء الله جميل مسرح الدماء وإيش الدور اللي عادة أنت لعبي يا أماني؟ إذا كان عندنا لقنا أكون أنا أرحبهم بالدماء أنا وصديقاتي جميل يا أماني حلو مسرح الدماء مميز يعني وجميل أنكم عندكم مسرح الدماء في المدرسة يا أماني أماني أحنا نتمنى لك طبعا كل التوفيق ونتمنى لك نهار سعيد واليوم يعني نقول تفضلي ممكن يا أماني إيش هو اللي ممكن؟ ممكن أبعث رسالة شكر أكيد نسمع في نهاية برنامجكم الأكثر من رائح لا يسحني إلا أن أقدم بطاقة شكر وتقدير لمدرسة بشائر الخير ومعلماتها وأبعث شكر خاص لمديرة المدرسة أستاذة سميرة السعدية وأخصائية النشاط المدرسي أستاذة ميز سعدي والأستاذة سميرة السعدي لأنا شجعتني تحية لك وتحية لإدارة مدرستك يا أماني وتواصلهم معنا من خلال الأخصائية النشاط المدرسي نوجه لها كل التحية ونقول لك أماني نهارك سعيد ومستقبلك إن شاء الله مشرق بإذن الله تعالى وتصير مذيعة في المستقبل إن شاء الله يا أماني شكرا شكرا مع السلامة إلى اللقاء إلى اللقاء شكرا لأماني وأكيد سعدنا اليوم بمشاركتها أماني بن جمعة السعودية في الصف الرابع من مدرسة بشائر الخير للتعليم الأساسي بوادي بني خالد عمرها عشر سنوات وسعدنا اليوم بسماع صوتها في صباح المدارس لنهاركتها في الصف الرابع من مدرسة بشائر الخير للتعليم الأساسي بوادي بمشاركتها في صف الرابع من مدرسة بشائر الخير